السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحاول دائماً أساعد الناس وأوقف معهم وأعطيهم فوق طاقتي ومع ذلك ما يهملوني وما يهتموا فيني ودائماً يعني يغلطوا علي وما يعطوني ذاك الاهتمام لأنا أطلبه أتقرب دائماً لهم بأشياء كثيرة لكن هم ولا هم هنا هذول الأشخاص اللي يعانون مع هذه المشكلة كثير جداً صراحةً للأسف شديد يعني ولا علاقة بجروح طفولة هذا الأمر صراعي فكرة إذا تحبون تتخلون في التفاصيل أنا عندي شروحات لها يعني في نظري ستتعلق لكن بشكل عام هذا الشخص دائماً يحس أنه هو عنده جرح يعني جرح طفولة اللي هو أنا مش كفؤ أنا ما أستحق الحب أنه تكون عنده هذا شيء من أهله إما أهله كانوا يقارنونه بغيره أو كانوا مثلاً يعني ما يعطون ذلك الاحتمام مرة الكثير عاطفياً أو مثلاً كانوا يطبون منه السعي للكمال أنه أجيب أحسن معلامات وتكون أحسن واحد سبب له ضغط نفسي وذيما يدخل على علاقات حاسة أنه لازم يسوي مجهود كبير جداً 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 عشان يرضي الآخرين لأنه قصة الأهله اللي ما كانوا يرضى عليها باستمرار هذا يبقى يوصل فيهم من أيام أنه يرضي أحد وغالباً عادة أنه يكون هذا الشخص اللي يحاول يرضيه هو الحبيب فهو يتوقع أنه يحبه بس مش بالضرورة أنه يحبه ترعي فكرة الفكرة أنه هو متعلق فيه يعني وقاعد يحاول يعيد التجربة القديمة الماضية بشكل إيجابي نوعاً ما هذا تفسير أحد التفسيرات لها وأيضاً حين أنه يكون هو أصلاً في راسه تكون أنه هذا هو الطبيعي أنه الناس يعني صعب رضاهم فدائماً يحس أنه لازم يقدم أشياء كثيرة وأيضاً هو عقل الباطن أيضاً يعتبر هذا الشيء مألوف أنه ما يحصل على عناية واهتمامه مثل كذا تخيلوا هذا الأشخاص أصلاً على الفكرة عادةً لو ما تعافوا من هذا الجرح إذا التقوا بشخص سوي ومتوازن عاطفياً وعنده تعلق آمن ما يحبونه ما يحسون أنه هو يشبه الشيء اللي تعودوا عليه في الصفولة الشيء اللي هو كان صعب بالمنال وأنه تعقيد ولازم يكون أنه أحد يتعب أشان حبيبه ويبكي وتألم ويبكي على الأطلال وأشياء ذي كلها لو ما لقى هذا الشخص اللي يسوي فيه هذا الشيء ما يرتاح يحس أنه هذه مو علاقة حقيقية هو يحسه لازم يكون تعذب فالمهم ما نطوركم بسالفة بس يعني الموضوع يطور جدا جدا وتفاصيله كثيرة جدا جدا ولكن أنا أعتقد أنه كلنا عندنا جروح طفولة يعني أهلنا يا الله يجزاهم عننا خير ما يقصروا وسووا اللي يقدروا عليه لكن في أشياء عملوننا إياها أثروا على عقلياتنا حسونا أنه إحنا مش كفؤ مثلا أو عندنا حساس أنه ما نستعق الحب أصلا أو ما عندنا حساس بالعار أصلا أو كذا يعني كيف فكل أشياء هذه ممكن تكون عندنا إياها وغالبا إنسان ما ينتبه لها إلا لما يأتيها العلم بالشيء هذا لأنه كيف يعرفونهم معلمان نفسه كذا يعني نمط الإنسان نمط الإنسان المتكرر يدل على نوعية الجرح اللي عنده هذا الشخص فيستدلوا عليها بالطريقة هذه نمط حياته قالت واحدة من الأخصائيات النفسية هي متخصصة في التراوما والصدمات النفسية فقالت أن الإنسان لما يكون صغير لو ما حصل عن الحب الرعاية والاهتمام والقبول وهم شيء هذه الصفة صفة القبول جدا مهمة للطفل لو ما حصل عليها هو صغير يعني كأنك تركته يعني انتحر عمليات انتحارية مستمرة تلاقي يدخل في علاقات مرة مدمرة تلاقي يعني يدخل في إدمان تلاقي يدخل في مثلا يصير يعني مثلا يسعي للكمال دائما وتلاقي ما توتر دائما فكل هذه الصفات لها علاقة بالجروح هذه فالمهم ما أطول لكم سالفة أرجع مرة ثانية يقول لكم الطرق أنا حاطيكم ثلاثة نصائح النصيحة الأولى هي عندي سلسلة في القناة اسمها تربية النفس أو يسمونها بالإنجليزي reparenting الطريقة هذه تستخدم عادة للناس اللي يمروا بجروح معينة أو كذا أو حتى دخلوا في قصة مثلا حب شيء سيئة جدا مؤذية لهم هذه تستخدم في هذه الطرق فيها طريقة هذه طريقات reparenting أو أنا اسميتها تربية النفس صراحة وهي مرة متشابهة الطريقة الإسلامية صراحة في قناة فالإنسان يتعلم كيف يتعامل مع نفسه متى يرحمها متى يعني يحزم معها متى كذا متى كذا يفهم أكثر كيف يتعامل مع هذه النفس اللي عنده فهذه أنصحكم جدا فيها تربية النفس الموجودة عندي في القناة الشيء ثاني أيضا أنصحكم فيه الموجودة عندي في القناة أيضا هي نظرية التعلق أو شيء قبل ما أدخل من نظرية التعلق التربية النفس هذه تحتاج تطبيقها بفترة يعني لا تتوقع أنه مثلا ما تحس مع الفيديو مرة واحدة وخلاص حفهم كل شيء لا 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 حتأخذ منكم فترة لأنه سلوكياتك اللي بنيتها عبر السنين صعب تغييرها في يوم وليلة لكن لما يكون عندك العلم والوعي وأنه هذا الشيء اللي قعد تسوي أنت غلط تبدأ تفهم كيف أنك تبدل هذه السلوكيات بسلوكيات أخرى حتى لو خدت ستة شهور مثلا تطبيقها أو لسانة حتى يأخذ وقت طيب فأصبروا عن نفسكم فيها وبس حب حب على نفسكم الثانية اللي هي نظرية التعلق أيضا نظرية التعلق تشرح لكم أشياء كثيرة ليس إنسان يدخل في علاقات مؤذية ليش يعني يحس أنه يبقى شيء دائما صعب المنال ولا مثلا في بعضهم يحسون أنه العلاقة لن تكون صعبة المنال لازم يكون فيها تعذيب عذاب هذا غلط العلاقات لن تكون يعني بالعكس مكان سكن زي ما ذكر الله عز وجل يعني أن يكون سكنة للإنسان فهذا الصح هذا الصح لكن هو هو يتخيل له بسبب الجروح هذه القديمة أنه لازم يكون الحب عذاب وفيه شخص ثاني يقول لك أنه بسبب جرحه أيضا في الطفولة يتخيل له أنه ما في حد وفي ما في حد صادق ما في حد هذا كل الناس كذابة هذا جرح ثاني ترى نوع من الثاني من الجروح فالمهم يعني يتعرف عليها أكثر في السلسلة إن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم التوفيق والسلام يا رب العالمين الأمور هذه لا يابد الإنسان يشتغل عليها لا يابد لا يابد وإلا حتكون حياته سلسلة يعني لا تنقطع من تعذيبه لنفسه بالله العظيم فأنيوي أتمنى لكم حياة سعيدة ومريحة ومطمئنة يا رب العالمين السلام عليكم